السلام عليكم الجنس الفموي هو نشاط جنسي يتم فيه مدعبة واستصارة أو لعق الأعضاء التناسلية للطرف الآخر باستعمال الفم أو اللسان في العملية الجنسية مما يؤدي للقصف أحيانا عند الرجل ووصول المرأة لهزة الجماع التأثيرات الصحية يمكن أن يتسبب الجنس الفموي ببعض الأمراض الجلدية وفطريات المهبل وكذلك قد يزيد الجنس الفموي في احتمالية الإصابة بسرطان الحلق وخاصة إذا تمت هذه العملية مع أكثر من شريك الجنس الفموي في الإسلام اختلفت الآراء في الإسلام حول هذا السلوك ما بين القائل بالتحريم أو القائل بالقراهة أو المبيح أولا جنس فموي محرم قال الدكتور محمد السيد الدسوقي أستاذ الشريعة بقطر العلاقة الزوجية الخاصة في الإسلام بالطريقة المشروعة هي الوسيلة الطبيعية للاستمتاع وللنسل وللحياة الزوجية النظيفة والله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم بأن نأتي النساء من حيث أمرنا وهو الجماع المشروع أما الجنس الفموي فهو لون من ألوان فساد الفطرة التي يتميز بها الحيوان عن الإنسان ثالثا جنس فموي مقروه قال الدكتور يوسف الكرداوي لا بأس على المسلم أن يستمتع بامرأته بعيدا عن موضع الأذى ثالثا جنس فموي مبيح يقول الدكتور علي جمع مفتي مصر السابق يجوز للرجل والمرأة لا يستمتاع بكل أنواع التلزز فيما عدا الإيلاك في الضبر فإنه محرم أما ما ورد في السؤال من المص واللعق والتقبيل وما لم يرد من اللمس والجنس الشفوي عبر الكلام فكله مباح ويرى فضيلة الشيخ علي جمعة أن على المسلم أن يكتفي بزوجته وحلاله ولكن أريد أن أعرف أي رأي من هذه الآراء قد اقتنعت بها شارك معنا في التعليقات كان معكم مقدم الفيديو دكتور أحمد أشرف وإلى اللقاء